موسيقى الشيخ رائد صلاح نستأنف معا المراجعات وهي مراجعات فيها كثير من المعلومات غير متوفرة لأمثال معرفتهم قليلة جدا بأوضاع أهلنا في 48 من الأحداث التي كانت مهمة جدا في تاريخ فلسطين المعاصر حرب 67 التي نجم عنها احتلال ما تبقى من فلسطين واحتلال أراضي عربية أخرى أنت كنت في ذلك الوقت تقريبا في التاسعة من عمرك يعني لا أدري إن كنت تذكر أو لا تذكر أو قيل لك لكن إذا كانت لديك أي ذكريات عن شعور الناس إثر هذا الهول الآخر يعني كانت النكبة في البداية ثم جاءت النكسة كما تسمى وضيعت ما تبقى من فلسطين نعم حرب عام 1967 حدثت الحرب ونحن في المدرسة كنا نتعلم ولازلت أذكر عندما كنا في الصف دخل علينا أحد الرجال الكبار من أم الفحم دون أن يستأذن المدير ودون أن يستأذن المعلم فتح الباب علينا وقال بإيده بصورة غضب عودوا للبيوت ارجعوا لبيوتكم يعني هو مش شغال في المدرسة أبدا هو رجل من الأهل كان قد سمعنا الحرب قد انفجرت فجاء إلى المدرسة وكنا أول صف فتح الباب علينا كنا ارجعوا لبيوتكم يعني أعلى حالة الطوارئ نعم حالة الطوارئ نحن فرحنا حتى الآن كلمة حرب بالنسبة لنا يعني ما كانت تحمل هذا المعنى الذي يدركه الكبير فرحنا لأننا في هذا اليوم لن نتعلم فعلا يعني عدنا كل إلى بيته ولا شك كانت حالة هلع وفزع بين الناس الشارع كان غير طبيعي الناس بدت تعود إلى بيوتها وقسم من الناس سبحان الله تعالى لا يزال في تلك الأيام يحمل ذكريات مؤلمة من نكبة فلسطين لذلك لاحظ بعض الناس وأذكر تماما ما جلسوا في بيوتهم بل اختاروا أن يجلسوا تحت الأشجار قالوا الآن الطائرات ستقصفنا في البيوت فذهبوا وجلسوا تحت الأشجار أنا من الناس الذي جلس تحت الشجر مع مجموعة من أهل الحي الذي كنت أعيش فيه أذكرها تماما جلسنا تحت الشجر وسبحان الله في تلك الفترة كان الشجر في بداية الإثمار كان ليزال الثمر أخضر غير يانع مرة أخرى أقول نحن لم نكن نعرف ما هي الحرب بمفهومها فكانت لحظات بالنسبة لنا فيها نوع من السعادة عدنا من المدرسة باكرا ها نحن أحرار تحت تلك الأشجار المثمرة نأكل منها لا أحد يسألنا إلا الكبار فكانوا فيه هم وغانا كانوا فيه خوف وفزع لا تزال جراح النكبي غير مندملي مشاهدها لا تزال طري بين الناس لذلك أذكر عندما كنا تحت تلك الأشجار كانت تمر من فوقنا طائرات بصوتها وكنا نسمع صوت دوي المدافع لأن على فكرة مدينة أم الفحم هي منطقة حدودية بالضبط تقع على الحد الفاصل مع لواء جنين بالضبط أم الفحم هناك تقع ما بين أم الفحم وما بين جنين لا شك أنك هناك اشتباكات وكنا نسمع صوت المدافع صوت الكتال كنا نسمع وكان يصل إلى آذاننا الناس كانوا في خوف والناس خافوا أن تتواصل أيام الحرب وبطبيعة الحال مرة أخرى أقول الناس كانوا لا يزالون يعيشون الأيام التي خرجوا فيها وتركوا بيوتهم بكامل ما فيها من طعام وما فيها من أثاث وزيني وخرجوا لا يحملون أي شيء لذلك في حرب السبعة وستين عندما بدأت الحرب بدأت الناس تبحث عن طعام لتخبئ ظنت أن هذه الحرب قد تجر الجوع على الناس وقد تجر على أبنائهم الجوع فلذلك الناس بدأت تخزن الطعام أذكر تماما بدأ الناس يخزنون الطحين يخزنون الزيت احتياطا لتطورات الأيام ولكن هنا أريد أن أقول نقطة لها دلالتها أنا لن أتحدث عن دلالتها بالتفصيل أتركها للسامع في تلك الأيام بعض الأهل لعلك تستغرب كيف استقبلوا تلك الحرب بعض الأهل وأنا يعني أعرف واحد منهم في أحد كورانا في الداخل الفلسطيني لما بدت الحرب كان عنده قطيع من المواشي أغنام وأبكار فأخذ أحد العجول عجل كبير عجل كبير سمين وقال هذا لن أذبح إلا استكبالا للجيوش العربية كانوا يظنون أنهم جاءوا فاتحين نعم بالضبط هذا الرجل وضع ذاك العجل جانبا وقال سأذبح استكبال للجيوش العربية وفعلا ظل يمني نفسه بهذه الأمن وبطبيعة الحال حتى وقف الناس على حقيقة ما حدث وقف الناس على حقيقة ما حدث الناس مما لا شك فيه في تلك الأيام نتيجة الوضع الفطري الذي كنا نعيشه ما كان عندنا التلفاز حتى نتابع أخبار ما كان عندنا كهرباء أصلا ما كان ما كان عندنا شوارع معبدي كانت بعض أجهزة المذياء كانت موجودة بكل قليل عند الناس ومع ذلك كان الناس يستمعون إلى التعبئة الإعلامية العربية إلى التعبئة الإعلامية العربية في الجمل المعروف التي كانت تتردد في الإعلام والتي كانت الناس تتلقفها بنوع من الارتياح والمعنويات العالي إذاعة صوت العرب على سبيل المثال إذاعة صوت العرب والجمل المشهورة هنيئا لك يا سمك وأم كالثوم تنتظركم في تل أبيب وكل هذه المصطلحات حقيقة الناس كانوا في تلك الأيام يتوقعون أن يكون هذا الحدث نهاية نكبة فلسطين كانوا يتوقعون أن تكون نهاية نكبة فلسطين على فكرة لا أريد أن أعود إلى الوراء ولكن أيضا نقطة مهمة يجب أن أقولها في تلك الفترة ما قبل حرب السبعة وستين كان كثير من أهلنا طبيعة الحال يختلطون مع المجتمع الإسرائيلي نتيجة البحث عن مصادر الرزق وبعض الأمور اليومية كانت تدفعهم إلى الاختلاط مع المجتمع الإسرائيلي فكانوا في تلك الأيام يختلطون مع المجتمع الإسرائيلي وكان عندهم شعور بأنه الرجل المنكوب ولكن القوي لاحظ الرجل المنكوب القوي لماذا؟ منكوب واضح لأن نكبة فلسطين قبل عشر سنوات عاشها ولكن في نفس الوقت كان يشعر بالقوي لماذا؟ كان لا يزال هناك توقع بعيد جدا من العمق العربي والإسلامي فلذلك يعني يعليقون الآمال نعم كان يعلقون الآمال على مصدر يقيني أنه سيضع حد لنكبة فلسطين حقيقة هذا ما كنت أسمع من وإلى الآن لا يزال شهود على هذه الرواية التي أتحدثها فكانوا يشعرون بالقوة والمعنويات العالي الذي حدث بعد أن ظهرت نكبة فلسطين وبعد أن ظهرت النتائج حرب السبعة وستين اللي هي حرب الستة أيام لا شك صدم الناس خيبة أمل كبيرة كبيرة جدا 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 كانت خيبة أمل كبيرة يعني لما رفعت التوقعات إلى مستوى عالي جدا نعم ثم انظر ما حدث لاحظ يعني الناس كانت في حالات تساؤل طبعا وفي حالات تساؤل مر في حالات تساؤل مصدوم أننا كنا نسمع أن الجيوش حسب الإعلام العربي في تلك الأيام حسب ما كانت تنقل الإذاعات العربية عن نتائج الحرب أن الجيش الفلاني أصبح على أبواب تل أبيب والجيش الفلاني أصبح على هذه الجهة فجأة وإذ بنا نكتشف العكس أن القوات الإسرائيلية قد احتلت الضف الغربي وقد احتلت قطاع غزة وقد احتلت القدس وقد احتلت سيناء وقد احتلت الجولان وقد احتلت جزء من لبنان لا شك صدم الناس صدمة شديدة لا أبالغ آثارها حتى الآن لا تزال مرارة قاتمة في داخل الناس حتى هذه اللحظات أنا أذكر في ذلك الوقت كنا في الكويت وكان والدي ووالدتي رحمهم الله يعني كان ينتظران التحرير نعم لما بدأت الحرب وعدة أيام في بداية الحرب الإذاعات العربية فعلا كما ذكرت كما وصفت و أنا كنت واعن في ذلك الوقت يعني كان عمري 12 سنة تقريبا أننا على وشك أن نعود ثم لما جاء الخبر اليقين وقف أبي يبكي و كان عندنا ساكنين احنا في حوش و عندنا في الحوش شوية زريعة أنا عاملهم يعني أنا كنت عامل مشاكل مع والدي أروح أجيب تراب و أحط سماد و أزرع ناع ناع و أقضونس و شغلات زي كده و والدي كان عامل دائما معي مشاكل يقول أنت بتضيع وقتك ففجأت به يقوم و يروي أحواض الزريعة و يقول راح الكروم هذا اليوم كرومنا و لازلت يعني أذكر هذه الخيبة التي شعر بها كل الفلسطينيين في كل مكان نعم نعم مأساة حقيقة يعني هنا أود أن أستدرك وأقول هنا نقطة مهمة جدا نكبة فلسطين أوجدت قطيع مؤقت ما بيننا و بين العمق الإسلامي و العربي و الفلسطيني و أوجدت قطيع مؤقت ما بيننا و بين القياد الديني ما كان عن أي تواصل كما قلت و لكن بعد حرب 1967 عادت عادت هذه العلاقة إلى طبيعتها عاد التواصل من جديد نعم عاد التواصل من جديد فجأة وجدنا أنفسنا نتواصل تلكائيا بلا حدود مع مجتمعنا الفلسطيني في الضف الغربي و كطاع غزي فجأة وجدنا أنفسنا نتواصل مع مكان عالي القضر كبير مع مكان ذي أهمية عالي المسجد الأقصى بدأ بإمكاننا أن ندخل إلى مدينة الكدس و قد كنا نسمع عنها متى زرت الكدس لأول مرة أنا حقيقة زرت الكدس عندما كنت في المرحلة الإعدادية لا زلت أذكر كنت في الصف التاسع كانت رحلة مدرسية لطلاب صفي و فعلا زرنا مدينة الكدس و زرنا المسجد الأقصى و دخلنا إلى المسجد الأقصى و تجولنا فيه و سمعنا شرح طبعا شرح عام موجز جدا عن المسجد الأقصى إلا أنه تلك الزيارة كانت زيارة وحيدة ثم كانت فترة انقطاع عن زيارة المسجد الأقصى و الكدس ثم جاءت مرحلة التواصل فيما بعد إلا أنه وهنا مرة أخرى أؤكد أن هذا التواصل الذي عاد من جديد إلى العمق العربي والإسلامي و قبل ذلك إلى العمق الفلسطيني لا شك كان نقطة تحول بالمفهوم الإيجابي مع كل مع كل مأساة نكبة 1967 اللي هي بعد نكبة 1948 بعد الحرب بالسبعة وستين لأول مرة أذكر تماما أنا كنت في البيت وإذ ببعض الأهل من لواء جنين كانوا يتجولون في مدينة ملفحم بين البيوت في الحي اللي كنت أسكن فيه فاقتربوا من بيتنا فأذكر أنه قامت للوالدي ودعتهم للبيت وأعدت لهم طعام فأذكر تماما كانوا يأكلون وقالوا الحمد لله هذا أول بيت نتعرف عليه في هذه القرية في قرية أم الفحم هاي يعني الكسة يعني هم جاءوا زيارة هكذا لا التعرف تجول 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 يعني بشكل اللي هو يعكس مرة أخرى وأكد هاي ملاحظة هامة جدا يعكس الحنين وجذور والتمسك بحق العودي في داخل كل إنسان فلسطيني إن طالت السنوات أو بعد المكان طبعا هذا التواصل كان من الطرفين يعني بعضكم كان يذهب ليزور نعم والبعض الأخر كان يأتي ويزور حتى قطاع غزة التأم مع الضفة ومعكم يعني الأمر لم يكن فقط فيما أظن محصورا كلام سليم على جواركم كلام سليم بل دعني أقولها من الأمور التي تستوقف الإنسان هي قيام الكثير من أهلنا في المخيمات التي كانت في الضف الغربي أو في قطاع غزة بالعود إلى كراهم التي كانت قبل نكبة الثمانة وأربعين بدأوا يعودون وإذا أردت أن أحدثك ستسمع أمور تستحق التوثيق وأمور في غاية العاطفي وفي غاية الشجون هذه الأمور التي كانت تحدث في تلك الأيام كانوا يأتون ليروا أطلالهم نعم أو ما تبقى كانوا يأتون ليأخذ الواحد حبة برتقال من البيارة التي زرعها قبل نكبة فلسطيني الثمانة وأربعين كان البعض يأتي كما تفضلت لي ليتفقد البيت الذي عاش فيه وتربى فيه كان الواحد يأتي فقط لي ليكون بجولي في أحضان قريتو التي ولد فيها والتي نشأ فيها وكانت تحدث مشاهد موجعة جدا كان البعض يبكي وكان البعض يعني يغمى عليه ويقع الأرض وكان البعض عندما يدخل إلى بيته تحدث مفاجآت لا لا يمكن أن يتصورها إنسان يعني أنا هنا فقط أود أن يعني أذكر بكصة عجيبة من عجائب نكبة فلسطين إحدى إحدى أمهاتنا الفلسطينيات كانت أصلا من مدينة الرملي وبعد نكبة فلسطين رحلت وتركت بيتها وبعد أن تركت بيتها فيما بعد اكتشفت أنها نسيت طفلها في ذاك البيت وانقطعت الأخبار فيما بينها وبين ذاك الطفل لاحظ ثم بعد نكبة 1967 التي خففت بمصطلح نكسي بعد نكبة 1967 هذه المرأة أرادت فقط أن تعود إلى بيتها لتتفقد وضع البيت الكسة تقول كالتالي على ذمة الراوي أنها بدأت تحاول أن تحصل على إذن من الحاكم العسكري الإسرائيلي الذي كان في المدينة التي كانت تسكن فيها في رام الله كما أذكر وبعد محاولات متكررة أعطيت إذن من هذا الحاكم العسكري لتزور مدينة الرملي فعلا ذهبت إلى مدينة الرملي ولما دخلت وما كان صعب عليها أن تعرف بيتها وصلت إلى البيت بدأت تتجول حول البيت تتفقد من كل الجهات فأهل البيت كانوا طبعا من اليهود فسألوها ماذا تبحث ماذا تريد قالت أنا صاحبة هذا البيت قالت لهم فقط أنا أريد أن أعرف شيء واحد أنا تركت ابني هنا فقط أريد أن أعرف ما هو مصير فقالوا لها نحن حقيقة لما دخلنا هذا البيت وجدنا طفل وقمنا بتربية وهو الآن في العمل وانتظري سيعود في كل لحظة فعلا هذه المرأة جلست تنتظر وبعد ساعات من الانتظار كيل لها عاد الولد وهو الآن سيدخل إلى البيت دخل إلى البيت لاحظ لما دخل وإذ به هو الحاكم العسكري اللي أعطاها الإذن لزيارة مدينة الرملي الله أكبر نعم هو الحاكم العسكري هذا من ضمن وكم فاجعة وكم مأساة من فواجع نعم من ضمن فواجع اللي لا تزال في ذكريات في ذكريات الأهل رجالا ونساء لم توفق منها إلا قصص قليل جدا ومشاهد قليل أنا ذكرت لي والدتي رحمه الله أنها عندما ذهبت إلى بئر السبع هي وردت ونشأت في بئر السبع إلى أن جاءت النكبة وذهبوا إلى أهلنا في الخليل بأنها عادت إلى بئر السبع في مطلع السبعينيات وذهبت إلى بيتها وهي تعرف بيتها كان من أكبر البيوت في وسط مدينة بئر السبع وإذا هو قد حول إلى مركز للشرطة نعم فتمنت عليهم أن يسمحوا لها بالدخول فأبوا فظلت جالسة تحت الشجرة أمام البيت تبكي تنتحب لأن حملها والدي ومن معه وعادوا بها نعم إلى الخليل يعني القصص كل فلسطيني عنده قصة يحمل تاريخ نكبي كامل ومنها قصة يعني مؤلمة كذلك يعني أيضا سمعتها من بعض الأهل عن أحد الأهل الذين رحلوا وسكن في مدينة طول كريم في المخيم بعد نكبة 1967 كغيره من الناس أراد أن يعود إلى مسكة رأسه بيته وبيارته نبعة المي ففعلا دخل إلى كريته ودخل إلى البيارة التي كان قد زرعها نظر إلى البيارة تذكر أيام كانت هذه البيارة مثمري وكان فيها برتكال وكان يجلس تحضلها وكان يأكل من ثمرها اقترب من البيارة تزاما اقترابه من البيارة مع وصول ذاك الرجل اليهودي الذي كان قد وضع يده عليها فسألوا قالوا من أنت قالوا أنا من أنا أنا من أنا أنا صاحب هذه الأرض أنا صاحب هذه البيارة أنا صاحب هذا البيت قالوا هذا كان هذا ملكي الآن أنا ماذا تريد قالوا أريد شيء واحد أريد فقط حبت برتكال ومد إيده وأخذ حبي من الشجرة فقالوا يرجع الحبي يرجع حبة البرتكال قالوا هاي حبي هذا الشجري بيارتي قالوا ما يرجع الحبي وكان فيما بينهم عراق على حبة البرتكال عراق على حبة برتكال هذا الرجل اللاجئ الفلسطيني بعد أن وقع هذا المشهد أمامه فقط عاش أيام ثم توفي رحمة الله عليه أسى وحسره أسى وحسره نعم على هذا الموكف الذي وصلت إليه قضيته الفلسطيني في داخل حياته الشخصية وصلت إلى هذا المستوى نعم قصص كثير جدا دامي كثير جدا حدثت كلها في مرحلة مباشرة بعد نكبة حرب الست أيام 1967 لم يكن بين النكبة والنكبة سوى 19 عاما نعم و19 عاما في عمر الجيل الواحد لا شيء يعني تمر مرورا سريعا لكن هل نأخذ استراحة قصيرة ثم نستأنف إن شاء الله إن شاء الله الحوار أبعاد لا تنتهي شيخ رائد كنا نتكلم عن هذا التواصل الذي حدث بعد النكبة الثانية عام 1967 هناك مثل بالإنجليز يقولون blessing in disguise يعني أنه بالرغم من الألم والنكبة إلا أن هناك بركة هناك منحة من الله سبحانه وتعالى في هذه المحنة هناك منحة كنا نسمع قصص عن الذين كانوا يزورونكم من أعلام الشعب الفلسطيني في الضفة الغربي وفي قطاع غزة هل تذكروا شيئا من ذلك طبعا هذه ذكريات لا تنسى أبدا ولا تنسى أسماء وفضل من زارونا في تلك الأيام يعني على سبيل المثال أنا أذكر مرة من المرات كنت قد توضعت ودخلت إلى مسجد من مساجد أم الفحم اسمه مسجد الجبرين كالعادي أريد أن أصلي طبعا كان معروف لدينا أن المساجد كان عدد المصلين فيها قليل والحضور في الصلوات العادية قليل جدا إلا أنني تفاجأت عندما دخلت إلى المسجد حضور مكثف كأن هناك حالة طوارئ في المسجد فوجدت شخصيات ذات وجوه غير معروفة طبعا ملامحهم ما شاء الله ملامح رجالات ملتزمين شخصيات يعلوها الوقار والهيبة فتقدمت منهم وكنت لازلت في مرحلة بداية الشباب تقدمت منهم وبدأت أصافح فيهم بدأنا أصافح فيهم واحد واحد حتى جئت إلى أحدهم ما كنت أعرفه إطلاقا لأول مرة أرى أمامي فمديت إيدي حتى أصافحه فهو ما مد إيديه ظل جالس ينظر إلي وما مد إيده فأنا رأسا يعني ما عرفت السبب بعد ذلك سألت من هذا قالوا هذا رجل ابتوليا بالشلل ولذلك لم يصافح أحد من الناس من هذا الرجل قالوا هذا أحد شيوخ من غزة جاء مع هؤلاء الدعاء ليقوموا بجولة دعوية في مساجد أم الفعل من هذا الرجل ما اسمه قالوا اسمه اسمه الشيخ أحمد يسين فسبحان الله هذا كان أول لقائي في أول حياتي مع الشيخ أحمد يسين الآن طبعا جلسنا حولهم ننظر إليهم بنوع من الشوك وحب الاستطلاع والدهشة أول مرة أول مرة نرى وجوه من غزة الآن كان هناك حديث سمعنا حديث طيب منهم ثم الشيخ بشكل هادئ بصوت هادئ ضعيف قال لهم يعني أرجو أن يأخذ كل واحد منكم مجموعة رسائل ويقوم بزيارة مسجد ويلقي درس في المسجد ويوزع الرسائل على المصلين طبعا نحن أخذنا مباشرة منه رسائل ماذا كانت الرسائل كلها تتحدث عن موضوع واحد وهي رسالة قادة الغرب يقولون دمروا الإسلام وأبيضوا أهله هذه لازلت أذكرها الرسالة أخذناها من الشيخ حمد يسين نعم وفعلا عدنا والحمد لله رب العالمين بدأنا نقرأ تلك الرسالة بشوق شديد جدا وبشغف هذه كانت بداية لقاء أولى مع الشيخ أحمد يسين مثال آخر هل نحن نتكلم تقريبا عن منتصف السبعينيات ما بعد منتصف السبعينيات نعم ما بعد منتصف السبعينيات بالضبط كان هذا الحدث كنت في الثانوية كنت تقريبا بعد مرحلة الثانوية في البدايات ما بعد مرحلة الثانوية الآن يعني الشيء اللي يلفت الانتباه في هذا اللقاء أنه لم يكن لمرة واحدة يعني في حين الشيخ أحمد يسين ما جاء زيارة عابري بل أذكر بعد أسابيع بعد أسابيع من هذه الزيارة أيضا كان يوم جمعة وذهبت إلى المسجد حتى أصلي صلاة الجمعة فدخلت وإذ بالمسجد أيضا حاشد حاشد بعشرات المصلين وجوه جديدي لم أعرفها طبيعة الحال لما سألنا من هؤلاء قالوا نحن ضيوف منين من قطاع غزي من أين أنتم قالوا نحن من أبناء المجمع الإسلامي جئنا لزيارة الأهل من فلسطينية 48 وكان لقاء مشهود صلوا معنا صلاة الجمعة وقمنا بتوزيع أولئك الضيوف على مجموعات في البيوت وكل مجموعة كانت ضيافتهم في أحد البيوت ثم كان مرة أخرى اجتماع ووداء وعادوا إلى كطاع غزي فيما بعد بوقت قصير جدا كنا قد بدأنا بإعادة توسعة إعادة توسعة لمسجد كبير اسمه مسجد المحميد كنا في بداية توسعة للمسجد فأخذنا نبحث عن أماكن ممكن أن نجمع منها طبرعات فالبعض مننا اقترح قال نحن زرون جماعة من قطاع غزي نريد أن نذهب إلى المجمع حتى هناك نجمع من مساجد غزي كنا فكرة ممتازة فعلا أذكر نظمنا أكثر من سيارة أكثر من حمولة سيارة وصفرنا إلى إلى قطاع غزي وصلنا هناك إلى المجمع الإسلامي الكل يعرف المجمع الإسلامي سألنا الناس هناك أين المجمع الإسلامي فالكل دلنا على المكان وفعلا هناك الناس تستقبلون في المسجد وفي البداية قالونا الآن يعني لابد أن تكون جلسة ترحيب بكم أهلا وسهلا فيكم ستكون جلسة ترحيب من الذي جاء ورحب فينا الذي جاء ورحب فينا الشيخ أحمد يسين جلس وتحدث كلمة قصيرة وأذكر ختامها قال وأنا أعرف أن الصفر قطعة من العذاب لذلك لن أطيل عليكم أهلا وسهلا بكم وحياكم الله من هذه الكلمات هذه كانت الكلمة التي ألقاها ثم بطبيعة الحال بيتنا هناك في المجمع الإسلامي وتم توزيعنا على المساجد ثاني يوم كان يوم جمعة جمعنا أموال وعدنا إلى مدينتنا أم الفحم بدأنا بمتابعة مشروع توسعة المسجد وكان هناك طبعا زيارات متبادلة مع أهل غزي مع أهل الضف الغربي وهنا يعني أذكر أسماء من الدعاء الذين جاءون من الضف الغربي منهم من هو الآن في ذمة الله سبحانه وتعالى ورحمة الله عليهم ومنهم من لا يزال أحياء يعني كان من ضمنهم طبعا الشيخ محمد فؤاد من مدينة جنين شفاه الله هو الآن مبتلى بمرض قعيد في البيت كان أيضا الشيخ حامد البتاوي الاسم المعروف طبعا كان الشيخ يحمد الحج علي كان الشيخ سعيد بلال رحمة الله علي توفي أيضا كان هناك دعاء من مدينة القدس من مدينة رام الله من مدينة الخليل كانوا يزوروننا وكانت لهم كلمات ودروس جدا مؤثري إن كان في المساجد أو كان في ما بدأنا نقوم به نمط جديد من الأعراس بدأنا نسميه العرس الإسلامي وبدأنا نستقبل هؤلاء الدعاء وكان يلكون كلمات مؤثري جدا يعني كان يدعى المرء منهم خصيصا ليلقي كلمة في العرس تمام كان يدعى أكثر من واحد وكان العرس في بعض الأحيان يتخلل أربع كلمات من هؤلاء الدعاء ذات رسالة جدا جدا مؤثري وكان لها أثر واسع حقيقة على الأهل في الداخل الفلسطيني يعني تلك السنون شهدت إحياءا وإقبالا على الحياة الإسلامية وشغفا بها طبعا حقيقة هذا التعبير ضقيق جدا شغف ليس فقط إقبال هذا تعبير جدا ضقيق عادت الناس بشغف إلى منابع الالتزام والتربية الفطرية التي كانت أصلا موجودة في داخلهم كأثر مما تبقى قبل نكبة فلسطين يعني دروس الشيخ عز الدين القسام في مسجد الاستقلال جاء وأكملها الشيخ أحمد يسين في مسجد أم الفحم دروس نمر الخطيب في مساجد حيفة مثلا جاء وأكملها الشيخ محمد فؤاد أيضا في مساجد الجليل أو المثلث أو النقب أو المدن الساحلية مرحلة الإنقطاع هذه كفزنا عنها الحمد لله رب العالمين وعادت الرسالة كما كانت وعاد صوت هذه القيادة الدينية كما كان من جديد وعاد يدخل إلى قلوب وضمائر الأهل في الداخل الفلسطيني لذلك من هنا أنا أقول هذا التعبير ضقيق جدا أقبل الناس بشغف على الالتزام والعود إلى الذات بأصالتها الكامل والواعي بحمد الله رب العالمين ولذلك أنا أذكر عندما بدأ هؤلاء الدعاء يزوروننا ويلكون الكلمات والدروس المؤثري ما كان عندنا مظهر الكزام بارز بأصول الكزام يعني عدد المصالين كان قليل عدد الصائمين كان قليل عدد النساء التي كانت تلتزم باللباس الشرعي كان شبه معدوم حقيقة شبه معدوم ولكن بعد هذه الزيارات المتواصلة والكثيرة والتي انتشرت في كل الداخل الفلسطيني سبحان الله تعالى حدث هناك بدايات واقع جديد حدث هناك بدايات واقع جديد مرة وحدة بدأ الجلباب الشرعي انتشر بين الناس مرة وحدة الناس بدأت من حيث لا تتطفق ببناء المساجد في كل مكان في كل قرية في كل مدينة بدأت نهضة بناء مساجد مرة وحدة بدأت هناك ظاهرة الشباب التائب الذي بدأ يطلق لحيته ويعود إلى المسجد ويعتز بالتزام الإسلامي بدأت تنتشر في كل الكرة والمدن أبعد من ذلك أبعد من ذلك بدأ هناك تفكير جدي إلى ضرورة أن يكون بعض الطلاب والطالبات بمواصلة دراسة الشريعة الإسلامية في المعاهد الإسلامية في الضفة الغربية وكطاع غزية وهذا اللي خلاك تذهب إلى الخليل؟ تماما في هذا الجو من الشغف العودة إلى الذات بشغف بعزي بافتخار بانتماء واضح فعلا هذا الذي دفعني ودفع البعض إلى دراسة الشريعة الإسلامية في الخليل هنا نقطة مهمية يجب أن تذكر مع تشجيع من مدير مدرستنا رحمة الله عليه اسمه جميل سالم هو في ذمة الله الآن هو كان مدير المدرسة الثانوية رحمة الله رحمة الله عليه نعم أذكر لما كنا على وشك أن ننهي الدراسة الثانوية دعاني مع مجموعة من الطلاب وقلنا سمع يا طلاب أنا كنت قبل أسابيع في مدينة الخليل وزرت كليّة جديدة اسمها كلية الشريعة والتقيت بالمسؤولين هناك وسألتهم إذا جاء طلاب من الداخل الفلسطيني هل ستقبلونهم فرحبوا بالفكرة وأنا اخترتك انت وانت وأنا أطلب منكم اسمعوا نصيحتي أكمل التعليم في مدينة الخليل أنا في حين سألت كنت يا مدير يا أستاذي أنا طمعي وطموحي أن أدرس اللغة العربية فقاطعني بغضب كليّة أين تريد أن تدرس اللغة العربية في جامعات عبرية سيعلمونك اللغة العربية باللغة العبرية هل تريد ذلك؟ كنت له لا الخليل لا إلى الخليل لا تتردد هناك تعلم اللغة العربية رفعت داي كنت له خلاص يا أستاذ سلمنا سلمنا سأتعلم هناك كم موقف الأهل هل رحبوا بالفكرة؟ شجعوا؟ أهلنا حقيقة الأهل بشكل عام رحبوا على خوف هاي مهم جدا رحبوا على خوف من أهل الخليل عليه؟ لا خافوا من أجواء الحكم العسكري لأنه مواضح جدا أن أجواء الحكم العسكري كان لها تبعاتها في الضف الغربي وهم جربوها قبل ذلك وهم جربوها قبل ذلك في فترة النكب نعم لأنه أظن حتى عام 66 كان ما يزال عندكم حكم عسكري تمام بالضبط حتى عام 1966 ظل الحكم العسكري علينا فهم ظنوا أنك إذا ذهبت إلى الخليل ستعاني مع نوع تمام وهم كانوا صادقين على فكرة كانوا صادقين مئة بالمئة حتى تلك الفترة ما كان ينقل إلى الناس وما كان يتحدث عنه الإعلام رغم مساحة الإعلام الضيقة في تلك الأيام أن الحواجز العسكرية كانت موجودة في الضف الغربي ما بين كل مدينة ومدينة التفتيش المذل الاعتداء على الناس اعتقالات الناس عدد كبير من السجناء موجود صدامات قد تحدث مظاهرات صدامية جرحة شهداء حقيقة هذا كان طابع موجود وقائم حتى في تلك الأيام على فكرة هذا عشنا هذا عشنا في خلال دراستنا في قليل الشريعة ما كان يخلو عام من الأعوام إلا وكان هناك صدامات وكانت الكلية تمر بمرحلة طوارئ كنا ننقطع عن التعليم لمدة أيام أحداث كثيرة جدا كانت تقع ما بين الشهر والآخر وفعلا الأجواء كانت أجواء تعكس غلضة وفضاضة ووحشية الاحتلال الإسرائيلي ومدينة الخليل بالذات كانوا يستهدفونها طبعا وأيضا المستوطنون الذين يوجدون في المدينة وما حولها من أسوأ أنواع المستوطنين حسب ما نسمع هذا تعبير دقيق جدا هذا تعبير دقيق جدا المستوطنون في مدينة الخليل من أكسى من أكسى المستوطنين معاملة وأبشعهم ظلما وعلى فكرة يعني كثير من الفئات في المجتمع الإسرائيلي تعتبر مدينة الخليل في نظرهم مقدسة أكثر من مدينة الكدس يعني قد يكون عندهم استعداد للحديث عن حل ما حول مدينة الكدس أما بالنسبة للخليل في البعض لا يوجد عنده أي استعداد يعتبر مقدسي يعتبر أننا نحن نهبنا نحن نهبنا في حساباتهم الضالي كأننا نحن نهبنا المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل ويجب أن يسترجعوه ويجب أن يعود هكذا في حساباتهم الضالي ككنيس يهودي لذلك سلوكهم سلوك دموي مما لا شك فيه وطبعا تفصيلات هذا الموضوع كثير جدا مجزرة الحرم الإبراهيمي قبلها مجزرة المستوطنين التي كانت في داخل الجامعة التي تعلمنا فيها يعني إحنا عمليا أنا تعلمت في الجامعة الخليل بعد سنتين من إنهاء دراستي وقعت المجزرة في الكلية التي تعلمت فيها وجرح فيها من جرح وكتل فيها من كتل من الطلاب الذين عمليا كسم منهم كانوا قد تعلموا معنا فلذلك يعني أعود إلى السؤال الأهل كانوا في فرح وخوف مترددين وأنت مضيت أربع سنوات في الخليل الحمد لله لكن كنت طبعا تزور الأهل تذهب وتجي طبعا نحن اجتهدنا أن ندرس وفق هذا النظام أسبوعين في مدينة الخليل وعودي إلى البيت لمدة يوم ثم العودة إلى مدينة الخليل ننتظر ثلاث أسابيع ننتظر شهر ثم العودة إلى البيت وهكذا عشنا هذه المرحلة والحمد لله رب العالمين هذه المرحلة أعطتنا فرصة مباركة من الله سبحانه وتعالى أن نتعرف على الأهل في مدينة الخليل وفي نفس الوقت أن نجتهد لنتواصل مع بدايات مع بدايات الصحوة الإسلامية في الداخل الفلسطيني جمعنا بين الخيرين في فترة الدراسة في كلية الشريعة في مدينة الخليل عندما تتكلم عن الصحوة تقصد العمل الإسلامي المنظم؟ حتى هذه اللحظة لم يكن عمل إسلامي منظم كان عمل إسلامي شعبي حقيقة إقبال عفوي من الناس نعم إقبال بالضبط عفوي فطري بشغف هذا المصطلح مهم جدا بشغف إقبال بشغف على العودة إلى الذات والالتزام كان هناك بدايات واضحة بارزة في مدينة أم الفحم بشكل خاص في مدينة باكا في مدينة جت في قلنسوي في الطيري بدايات في الطيبي في جلجولي في كفربرا في كفر قاسم هذه الأسماء التي ذكرتها حقيقة هي كانت البدايات الأولى التي كانت قد أقبلت على ترسيخ الصحوي الإسلامي في بدايتها الشعبية وطبيعة الحال في تلك الأجواء برز اسم الشيخ عبد الله نمر درويش الذي هو من موليد كفر قاسم هو من موليد عام النكبة نعم ويكبرك بعشر سنوات تقريبا نعم كلام سليم بالضبط هو من موليد كفر قاسم وبدأ في دور الدعوة إلى الله تعالى في قرية كفر قاسم ثم بدأ ينتشر بإلقاء دروسه ومواعده في هذا الكطاع الجغرافي الذي ذكرته وهو المثلث عمليا يمتد من مدينة من الفحم حتى كفر قاسم بدأ بإلقاء الدروس ووصل إلى مدينة من الفحم وبدأت هذه المرحلة تحشد جيل متحمس غاية الحماس من الشباب في المساجد وبدأت تقوم بفعاليات دعوية في غاية البساطة والبراءة جدا بريئة جدا صافي جدا حديث من القلب إلى القلب يعني على سبيل المثال في تلك الفترة بالذات كان هناك دروس في المساجد كان هناك دروس في بيوت العزاء حيث الناس تحتشد طبيعة الحال للتعازي كان هناك دروس أولى لإحياء بعض البناسبات الدينية مثل ليلة القدر أو ذكرى مولد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت تقام مهرجنات في الشوارع العامي بكل بساطة الناس كانت تقف على أقدامها طوال المهرجان ما كان المهرجان إلا عبارة عن منصة من خشب كانت تصنع فورا بعض ألواء بعض ألواء خشب كانت تصنع منها منصة فورا مع سماعات ذات جاهزية ضعيفة جدا وصوت ضعيف جدا كانت تقام المهرجانات بهذه البدايات البسيطة جدا كان يحتشد الناس ولعل المهرجان كان يطول أربع ساعات كان يتحدث في مجموعة الدعاء قد يكون في المهرجان من الضف الغربي وفي نفس المهرجان من قطاع غزة وطبيعة الحال كان الشيخ عبد الله له كلام وذوره المتكرر في كل هذه المهرجانات التي كانت تقام وتلك كانت نواة ما أصبح يعرف بالحركة الإسلامية تمام على فكرة تلك البداية أوجدت ظاهرة الصحو الإسلامي وسميت على ألسنة الناس تسميتها الأولى بكلمة المشايخ هذا كان الإسم أنت مع مجموعة المشايخ مثلا كان يقول بداية بسيطة جدا فطرية الإسم المشايخ الآن هذه البداية لا شك بدت تنمو وبدت تأخذ فيما بعد فعاليات أكثر وبدأت تنتشر في قطاعات أخرى أنا أريد أن أترك التفصيل في هذا الموضوع لأنه يحتاج إلى تفصيل إلى المراجعة القادمة لأن وقت هذه المراجعة أشك عن انتهاء لكن أحببت أن أتأكد منك من معلومة في أقل من دقيقة إذا أمكن أن الشيخ عبد الله نمر درويش يختلف وضعه عن وضعكم بأنه كان قد جرب مذاهب أخرى وأفكار أخرى يعني أنه كان قد مر بتجارب أخرى وانتقل بعد ذلك إلى الفكر والممارسة الإسلامية هذا كلام سليم وهذا ما سمعته أنا شخصيا يعني من الشيخ عبد الله أكثر من مرة أنه كان قد جرب طروحات مختلفة حتى كان قد جرب الطرح الشيوعي فيما مضى وطروحات علمانية أخرى ثم في نهاية الأمر وصل إلى قناعة للالتزام بالاتجاه الإسلامي وبطبيعة الحال الشيخ عبد الله كانت بدايته دراسي في الثانوية الشرعية في مدينة نابلس نعم تعلم هناك يعني أظن و يعني بل أجزم أن أول واحد من الداخل الفلسطيني قد بدأ بدراسة الشريعة الإسلامية عمليا بعد نكبة فلسطين كان الشيخ عبد الله في الثانوية الشرعية في مدينة نابلس وبطبيعة الحال هناك كان له التواصل مع الكياد الدينية هناك الشيخ حامد البتاوي الشيخ أحمد الحج عليه الشيخ سعيد بلال والبقية من الأسماء المعروفة وكانت هذه البداية قد عكست أثرها أيضا على قرية كفر قاسم التي ولد فيها الشيخ عندما عاد إليها بالضبط عندما عاد إليها وهناك بدأت مرحلة تكوين بدايات الصحو الإسلامية ولكن تزامن تزامن تكوينها في كفر قاسم مع بدايات التي عمليا بدأت تظهر في المثلث من كفر قاسم حتى مدينة أم الفحم يعني أصلا كيف الإخوة الأوائل في مدينة أم الفحم تعرفوا على الشيخ عبد الله هم كانوا قد بدأوا بدايتهم الأولى بدأت الناس تتحدث عن مجموعة اسمهم المشايخ في مدينة أم الفحم من الشباب الذين التزموا بالإسلام هؤلاء الشباب بدأوا ببناء مسجد بدأوا يتجولون في مساجد المثلث لجمع التبرعات في أحد المرات كانوا في كفر قاسم ذهبوا لجمع التبرعات وهناك خلال عملية الجمع سمعوا الشيخ حبد الله فطلبوا منه أن يعطي درس في مدينة من الفحم وهكذا كانت البداية هكذا لنا عودة إلى هذا الموضوع إن شاء الله في المباشرة قادمة بإذن الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة